اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشكر لكم جهودكم وعلى استضافتنا وعلى ما قمتم فيه من جهود بطلب الأسئلة من مريدي الجامعة السعودية الإلكترونية بالطبع في كل جامعة من جامعات السعودية أحد الشروط الأساسية والتي تنص عليها لأحد وزارة التعليم العالي أو لوائح وزارة التعليم العالي هو إنشاء وكالة للدراسات العلية والبحث العلمي باعتبار وكالة الجامعة مسؤولة عن عدة قطاعات تعتبر مهمة في بناء الجامعة فعلى سبيل المثال لو أخذنا الاسم هي تعني بالدراسات العلية هي تعني بالبحث العلمي لكن أيضا هناك إدارات وعمادات جميعها ترتبط بهذه الوكالة الهدف منها هو التناغم والتوافق مع وكالات الجامعة الثانية مع إدارة الجامعة ومع وكالات الجامعة الأخرى وما يوجد الجامعة من كليات بحيث أنها تستطيع أن توفر لها دعنا نقول الأدوات المساعدة والمساهمة في تطوير العملية التعليمية وانهوض بها بشكل متناغم مع تطور الدراسة في الجامعة على سبيل المثال يوجد في الوكالة عمادة الدراسات العلية يوجد عمادة البحث العلمي يوجد إدارة الاستقطاب يوجد برنامج إدارة الابتعاث توجد أيضا إدارة المصادر المعرفية وغيرها من الإدارات التي تكمل بعضها في تحقيق طموحات الجامعة جميل دكتور هذا يقودنا إلى أحد الأسئلة الموجودة عندنا وهي عن إدارة المصادر المعرفية لو تعطينا نبذة عن إدارة المصادر المعرفية في الجامعة السعودية الإلكترونية طب إدارة المصادر المعرفية هو عبارة عن إدارة المصادر المعرفية تشكل عمادة المكتبات في الجامعات الأخرى لكن لأن نظام الجامعة يقوم على التدريس الإلكتروني أو الافتراضي وبالتالي رأى الجامعة أن وجود مكتبة في الوقت الحالي ومع التطور التي تشدد التقنية ربما يكون غير مناسب في الوقت الحاضر ولذلك رأى الجامعة التعاون مع SDL بحيث تكون توفر قواعد معلومات هذه القواعد تحتوي على مئات الآلاف من المقارات العلمية وكذلك الكتب بحيث أن في مكتبة الجامعة والرسبرتوري حقها يوجد حوالي قدرة للباحثين على الوصول إلى حوالي 120 ألف كتاب إلكتروني كلها عن طريق هذه الإدارة بالإضافة إلى أيضا قواعد أخرى تتعاون فيها الجامعة مع شركات مستقلة مثل بيزنس أوكسفورد لائبري أحد الشركات التي تتخصص في البيزنس أو في الأعمال بشكل عام جميل نعود إلى أحد الأمور التي ذكرتها وهي من مهام الوكالة المجلس العلمي في الجامعة ما هو دور المجلس العلمي في الجامعة السعودية الإلكترونية؟ المجلس العلمي يعتبر أحد الضوابط الأساسية لتعيين أعضاء التدريس بحيث أن أي عضو هي التدريس يتقدم للجامعة هناك لائحة تعني بالتحاق أعضاء التدريس بالجامعة بالإضافة إلى الضوابط التداخلية التي تقوم كل جامعة بوضعها وبالتالي تشرف المجلس العلمي على مقابلة أعضاء التدريس أو على النظر في الأوراق المرفوعة للتعيين على أعضاء التدريس وأيضا فيما بعد مقابلتهم والرفع بتوصيات الخاصة بهم إلى مجلس الجامعة متقدم إليها أيضا المجلس العلمي له مهام أخرى مثل الترقيات هو المسؤول عن الترقيات أتقدم أعضاء التدريس للترقية لأستاذ مشارك وأستاذ هي المسؤولة عن تحكيم الكتب العلمية لأعضاء التدريس أيضا النظر في موضوعات مثل التفرغ العلمي أو في التفرغ العلمي التي تقدم بأعضاء هيئة التدريس هذه بعض الأمثلة لما يقوم به المجلس العلمي في الجامعة جميل ننتقل الدكتور إلى سؤال آخر في الدراسات العليا متطلبات برامج الدراسات العليا في الجامعة السعودية الإلكترونية يعني جاتنا أسئلة كثيرة واستفسارات عن المتطلبات البعض يقول أنها يعني عالية البعض يقول ما أدري ما هو رأيكم في الموضوع بداية أنا أشكركم الأول ما توقعت أن السؤال رح يتبادل للدراسات العليا لأن في أغلب الأوقات هو أول أسئلة لنواجه فيها في كل محفلة وفي كل منطقة وفي كل منتداء أو على وسائل التواصل الاجتماعي ونحن نرحب بهذه الرغبة الجملة لدى الطلاب على الاتحاق للجامعة الجامعة عندما بدأت في عام 1432 بدأت بالنظام بالطبع التعليم الإلكتروني اللي هو مختلف أو التعليم نقول عليه المدمج اللي يجمع بين الحضور الافتراضي والحضور الفصلي وأيضا التعلم الإلكتروني لما بدأت الجامعة وضعت أو قامت بخلق شراكة استراتيجية مع جامعات كولورادو عن طريقها نقوم بطرحنا برنامجين في السنة الأولى طرحنا برنامج واحد اللي هو برنامج إدارة الأعمال الـ MBA وفي السنة الثانية طرحنا برنامج أمن المعلومات الشروط كلها موحدة عدد الساعات موحدة حسب نظام لأحد التعليم العالي البرنامج يتكون من 42 ساعة مقسمة على عدة فصول دراسية بالنسبة للشروط شروطنا لا يوجد فيها أي صعوبة تقدير ثلاثة من خمسة أو اثنين من أربعة وأيضا درجة التوفل أو معيو عادلة في الستيب أو الآيويتس ممتاز دكتور هل هناك تخصصات جديدة في مرحلة الماجستير ستفتتح قريبا وما هي معايير التي وضعت على ضوءها أو تم اختيار وإقرار التخصصات الحالية والمستقبلية وبناء أن الجامعة من بدأت وضعت برنامج الماجستير إدارة الأعمال وهذا برنامج يعتبر من أكثر البرنامج طلبا في العالم سواء في السعودية أو في غير السعودية وضعت هذا البرنامج تهيئة رائح اهتياجات سوق العمل وهذا هو الأساس الذي وضعت عليه أهم عنصر في تحديد طرح بأي برنامج هو توافر طلب عليه في بيئة العمل وبالتالي وحد برنامج الثاني أيضا اللي وجدنا عليه طلب كدير وتكتف تخص السعودية أو الجامعات السعودية وبرنامج أمل المعلومات وبالتالي قامت الجامعة بطرحها الآن إن شاء الله نحن بصدد طرح برامج جديد إلى ماجستير الرعاية الصحية وربما يطرح في السنة القادمة فقط في فرع الرياض على أن إن شاء الله في المستقبل يتم طرحه في الفروع الأخرى لأن برامج الماجستير عندنا فقط تطرح في جدة والرياض والدم جميل دكتور ذكرت سوف يكون بنفس النظام نفس النظام 42 ساعة لأن هذا هو اللائحة ومستقبلاً كل البرامج الماجستير التي ستطرح ستكون بنفس نظام البرامج الحالية نفس البرامج لأن هذه هي لاحة وزارة التعليم العالي أنت لا تستطيع أن تغير لاحة تعالي التعليم العالي نصت على أن الطالب يحصل على الماجستير بحتي طريقتين طريقة الأولى هي دراسة 24 ساعة مع كتابة رسالة ماجستير والأسلوب الثاني هو دراسة الماجستير بالمقررات والذي يتمثل في دراسة أو إنها 42 ساعة أكاديمية جيد في هذا السياق من الأسئلة التي وردتنا دكتور هل سيتواجد أي من البرامج المستقبلية باللغة العربية؟ الآن الجامعة بدأت إن شاء الله بدأت في طرح برنامج باكالوريوس القانون إن شاء الله في المستقبل ننظر إلى أن نطرح برامج أخرى في الماجستير عندنا تصور لطرح برنامج برنامج ماجستير القانون حسب خطوط الكلية الآن في الأشياء تحكمها أيضا الأشياء التي تحكمها هي توفر أعضاء هي التدريس وقيام الجامعة بالإعداد الجيد بالنسبة للمناهج والمقررات التي سوف يحتاجها دكتور في ذكر أعضاء هيئة التدريس من مهام الوكالة الاستقطاب طبعا استقطاب أعضاء هيئة التدريس برنامج الاستقطاب يعني ما لو نأخذ تعريف بسيط عن البرنامج وبرنامج الاستقطاب نشأ في الجامعات السعودية بعد نتيجة قيام خادم الحرمين الشريفين ملك عبدالله بن عديز الله يرحمه بإنشاء برنامج الابتعاث نعرف أن برنامج الابتعاث الآن يمكن في حوالي السنة العاشرة أو يمكن السنة الحادي عاشرة وبالتالي نتج عنه خريجين متميزين هؤلاء الخريجين تسعى الجامعات والشركات إلى استقطابهم للانضمام إليهم سواء خريجي مرحلة الكريوس أو الماجستير أو الدكتوراه لذلك تلجأ الجامعات إلى التواجد في أيام المهنة وحضورها والمشاركة فيها بهدف اكتشاف هؤلاء المتميزين وألحاقهم بالبعثة بالعمل قبل تخرجهم هذا في فائدة للطالب حيث الآن يصبح الأقل مطمئن مادياً أنه وجد الوظيفة المناسبة له وهذا أيضاً ممتاز للجامعة لأنها وجدت الكفاءة الجيدة التي إن شاء الله ستخسر عليه أقل في التعيين وبالتالي نحن نستقبل الطلبات عن طريق البريد الإلكتروني برنامج الاستقطاب للموجودين على رأس برنامج خادم الحرمين الشيفين وبعد ذلك إذا كانت الجامعة سوف تحضر حفل التخرج الخاص في هذه البلد تتواصل معه لمقابلة هناك إذا كان لن تتمكن من الحضورة والمشاركة تقوم بتخاطب معه سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الوب جميل دكتور ننتقل إلى منحة آخر وهو البحث العلمي الخطوات التي عملتها الوكالة لإثراء البحث العلمي البحث العلمي يعتبر أحد الركائز الأساسية في الجامعة السعودية الإلكترونية معاني مدير الجامعة يدعم هذا الجانب بشكل كبير وبالتالي الجامعة خطت خطوات على الرغم من قصر الفترة الزمنية إلا أنها سوف تسهم إن شاء الله في تطوير البحث العلمي علي سبيل المثال الجامعة طورت نظام اسمه نظام محفزات البحث العلمي من خلاله يستطيع أضوهي التدريس أن يتقدم إما بطلب الدعم نتيجة نشر النشر العلمي في مجلات علمية سواء محلية أو خارجية لا بد أن تكون متصنفة وعلى درجة عالية من المصداقية والمثوقية أو حتى طلب التقديم على دعم أبحاث بهذا أن يتقدم بالفكرة فكرة البحث وتعرض على اللجنة وترسل لمحكمين وبالتالي يقوم هؤلاء المحكمين بإعطاء اللجنة مرئياتهم بخصوص البحث متى جودته وقدرته على التنفيذ وبالتالي الجامعة تدعم أبحاث هؤلاء أيضا من الأشياء المهمة التي ربما تكون قريبا إن شاء الله الدعم الذي وجدناه من خلال إنشاء مجلة الجامعة السعودية الإلكترونية والتي إن شاء الله سوف تكون إلكترونية بالكامل وبالتالي هذه سوف يكون وعاء للنشر أيضا الجامعة تدعم بشكل كبير ما يقوم بها تقدم أعضاها التدريس لحضور معتمرات أو لطلب المشاركة بأبحاث أو حتى في بعض الأحيان بدون أبحاث إذا رأت الجامعة أن هذا يخدم تخصصهم ويساعد وبالتالي تشجع حتى حضوره على المؤتمرات بدون أوراق علمية جميل شكرا لك دكتور كلمة أخيرة إذا كان من أي كلمة نتقدم لكم بالشكر ولمتابعين قناة الجامعة أيضا بالشكر ونأمل عدم التردد في التواصل معنا في أي جانب يخدم العملية التعليمية وثقوا دائما نحن إن شاء الله نسعى بمساعدتكم بملحضاتكم البناءة في تطوير الجامعة وفي تطوير العملية التعليمية إن شاء الله في الملك العرب السعودية شكرا